أريد سألك أواسيب اليورو شوية وسألك على بطولة كوبا أمريكا رأيك إيه في مستوى البطولة وتحديداً مستوى المنتخب الأرجنتيني المنتخب الأرجنتيني يمر بفترة طيبة للغاية منذ 3 أو 4 سنوات المنتخب كل بطولة يشارك فيها يفوز بها يدخل كل بطولة بثقة كبيرة أعتقد أن هناك روح جماعية داخل المجموعة هناك ثقة كبيرة بين جميع العناصر وهو يظهر بشكل طيب للغاية ليس الأفضل ولكن هي النسخة الأفضل من الأرجنتين منذ سنوات عديدة وأعتقد أنه بهذه الخطوات يستطيع أن يمر إلى الدور النهائي أيضاً المنتخب الأرجنتيني يحاول أن يفرد أسلوبه في جميع المباريات التي يلعبها في السابق كان هناك فوارق عديدة بين المنتخبات كنا نرى البرازيل الأرجنتين كولومبيا ولكن في الوقت الحالي الأمور تغيرت هناك باراجواي والإكوادور والمنتخبات الأكوا وكندا أيضاً نافسوا بشكل كبير وكانوا منافسين أقوياء لهذه المنتخبات الكبيرة وأعتقد أننا سنرى مباريات أفضل في الأدوار القادمة أسألك عن فريقك الأشهر باريس سان جرمان ماذا عن باريس سان جرمان ما بعد رحيل كنين بابي من وجهة نظرك البيس دي منذ سنوات يقوم بتغييرات عديدة في صفوف ورحيل لعبين واستخدام لعبين أعتقد أنه في السنوات الماضية استطاع أن يستخدم العديد من اللعبين المهمين مثل ميسي ونيمار وكفاني ومبابي أيضاً أعتقد أن الفريق في الدوري يقدم مستوى كبير على مستوى البطولات المحلية هناك العديد من اللاعبين الحالين أيضاً مثل بيتينيا ومثل جونسالو راموس في الهجوم هناك تغييرات عديدة سواء فيما يتعلق بالأعمار السنية الفريق نزل بالأعمار السنية في الموسم الحالي هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين دخلوا إلى الفريق ولهذا أعتقد أن المستقبل سيكون مبهر للغاية بالنسبة لباريس سان جرمان وهذا ما سنرى في السنوات المقبلة وهذا ما كان النادي يحتاجه وأعتقد أنها خطوة مهمة بالنسبة لباريس سان جرمان أن يساعد العديد من اللاعبين الصاعدين بعد رحيل هذه الأسماء الكبيرة